موسيقى سلام الله عليكم عشاق نباتات الزينة في هذا الفيديو سنتعرف على نبات الأماريليس أو الضرائر كما يسمونها بالعربية الأماريليس من الأبصال التي تنتج أزهارا جميلة في ديسمبر ويناير وتتراوح ألوانها بين الأحمر والأبيض والوردي بعد الإزهار يفضل قطع الأزهار الذابلة لتشجيع نمو الأوراق الخضراء يفضل الأماريليس التربة الرطبة لذلك يجب سقيه بانتظام كما يفضل الإضاءة القوية ولكن ليس تحت أشعة الشمس المباشرة بعد انتهاء موسم الإزهار هناك من يحتفظ بالأبصال في التربة وهناك من يقوم باقتلاعها ويضعها بمكان جاف بعيد عن أشعة الشمس يفضل الأماريليس التربة الغنية والتي تكون جيدة التصريف ولذلك يجب تقليب التربة من وقت لآخر لضمان التهوية بعد إزهار الأماريليس هناك من يقوم بحيلة لجعل الأزهار مزهرة لأطول وقت ممكن وذلك بقطعها ثم ملئها بالماء أي ملء الأنبوب الذي يحمل الزهر بالماء ثم وضعه بوعاء مملوء بالماء عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الشتاء من الأفضل وضع الأماريليس بمكان دافئ كما ترون هذا نبات السانسيفيريا وهناك ربما أربع نباتات أو خمس بالإضافة إلى ثلاث أبصال من الأماريليس لم أقم بشرائهم ولكن رماهم أحد الجيران لتخلص منهم فقمت باقتناص الفرصة وغرستهم كما ترون ربما لم يكن يعلم بأن أزهار الأماريليس من أجمل نباتات الزينة كما ترون هذا اللون الأحمر وهذا اللون الوردي أو الأحمر والأبيض هناك ألوان تكون مزيجا من اللونين إما الأحمر والأبيض أو الوردي والأحمر وغير ذلك نسيت أن أخبركم بأن الإسم العلمي للأماريليس هو هيبيستريم أتمنى أن يلال هذا الفيديو إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر